موسيقى موسيقى رسالة الله للحكام حديثنا في هذه الحلقة عن هذا الموضوع إيه ربنا عاوز يكلم الحكام في هذه الأيام؟ شو هو دور الحاكم؟ شو هو دور الشخص في المجتمع إذا السلطة الحكومة الإدارة أو الحاكم؟ رح أتكلم عن هذا الموضوع في هذه الحلقة اليوم أحبائي رح نكتشف أمور مهمة شو ربنا عاوز يكلم ولسيما الليدرز القادة السياسيين ولربما أيضا ينطبق على القادة الدنيين في البداية أنا عاوز أقول شيء مهم جدا أنا أقول الحديث اليوم باحترام وبمحبة لكل شخص لا أقصد حكومة ولا أقصد شخصية لكن أقصد الوضع العام أو الوضع بشكل عام في شرقنا الأوسطي وطبعا الأمر بينطبق على كل أنحاء العالم نشوف في مبادئ كتابية أمور كتابية اللي بتشرح عن هذه المواضيع وفي أمثل كتابية لحكام وقادة ورؤساء وملوك سواء كانوا صالحين أو طالحين سواء كانوا أبرار أم أشرار نشوف تأثيرهم على مجتمعاتنا ولسيما في هذه الأيام أنا أدعوك حتى تشاهد وتسمع هذه الحلقة المهمة جدا وطبعا في هذا برنامج بث مباشر رح نفتح أرقام الهاتف بعد قليل لكن فيك تتواصل عن طريق رقم الهاتف فيك كمان تتواصل عن طريق السكايب في برنامج ليكن نور وفيك كمان تتواصل عن طريق الأوديو كولينغ عن طريق الرسالة الصوتية بالمسنجر بيكون لايف بيصل للستوديو عن طريق الفيسبوك ففيك تتواصل معنا ولسيما إذا عندك مداخلة سؤال أو أي استفسار ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة رسالة الله للحكام خليني أبتدي أقول أحبائي أنه كل الكتاب هو موح به من الله نافع للتعليم والتقويم للتوبيخ والتأديب الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح ورسول بولوس كمان بعلمنا في رسالته إلى كنيسة روميا أنه كل ما كتب في العهد القديم كتب لتعليمنا وكتب أيضا لإنذارنا حتى إحنا اللي انتهت إلنا آخر أو أواخر الدهور نتعقل نحضر ننتبه ونتعلم من دروس الماضي الإنسان اللي ما بيتعلم من دروس الماضي طبعا هو إنسان يعني غبي ولا يصل إلى أي هدف وإلى أي طموح ممكن يصله الله رسالته وصوته واضح عبر العصور وعبر الأزمان رسالة واضحة لكل شخص الكتاب بعلمنا أنه نكرم الله وأن نحب الله من كل قلوبنا والعهد الجديد بعلمنا أحبائي ليس إله آخر إلا واحد وربا واحد للجميع فإذن هاي نقطة كتير كتير مهم سواء حاكم والي ملك رئيس كاهن قسيس أي إنسان في قيادة لازم يتذكر أنه في رب واحد فوق الجميع فإذن هذا بتطلب مني أن أكون مواطن صالح أصنع السلام وأيضا يعني أنقل وأفعل الخير وأكون إجابة في المجتمع طبعا بالنسبة للكنيسة الأولى ما كانش في أي مشكلة المسيح قال أعطوا ما لقيسر لقيسر وما لله لله وعلى فكرة الغرض اليوم من هذه الحلقة أناش بتكلم عن شو دور الكنيسة في السياسة في المجتمع وإذا الكنيسة تكون منفصلة عن الدين دين ودولة وكل هذه الموضيع موضوعي هو بسيط جدا اليوم إحنا عم نحصد نتائج في دول كثيرة بعدم الانصياع لأوامر الرب ولعدم اتباع كلام الله في حياتنا والخضوع لصوت الرب والطاعة الكاملة له مما يؤدي إلى نتائج نتائج الطاعة دايما فيها بركة ونتائج عدم الطاعة بتكون مشاكل كثيرة وبتكون فساد في المجتمع وبتكون مجتمع رديء كله سلبي مش إيجابي مجتمع بحبش بلده مجتمع بحبش حكومه مع سامحوني كتير مرات بنستخدم الكليشيات عن محبتنا ووطننا وكل هاي الأوطان لكن لما بتيجي بالواقع الحقيقي هل عم تزرع شجرة ولا بتزرع وردة ولا بتلم ورقة من الشارع بتحطها في سالة المهملات أو بترمز بالي من شباك السيارة إلى آخره هذا هو تعبير عن حب البلد اللي منشوفه في كتير من الدول الغربية اللي فعلا بحبوا بلدهم بيهتموا في بلدهم بحاولوا أن بلدهم تكون نظيفة والقوانين تكون كلها متساوية لكل المجتمع بغض النظر شو خلفيتك شو ديانتك شو وضعيتك شو جنسك بحاولوا يعاملوا الجميع بالتساوي فالمسيح قال أعطوا ما لقيسر لقيسر وما لله لله طبعا المسيح مش عم بقله هؤلاء القيادة ولا بيطلب أن نصل إلى درجة العبودية لأنه واحدة من عطايا الله في المجتمع هي الحرية حرية الرأي حرية التعبير حرية الدين وحرية أنه أنا أعيش بأمان بضمان باطمئنان مش أكون ماشي بالشارع وخايف إذا لابس لبس مش موافق المجتمع يبسق عليه أو أضطهد أو أسمع كلمات جارحة في مرة جاءوا ليسوع المسيح وعم بحذروا من هيرودوس هيرودوس أنتباس ابنه لهيرودوس الكبير وكان المسيح مش خايف لأنه كان ماشي بمخطط الله وقال بكل بساطة قولوا لهذا الثعلب يعني ما كانش عنده روح العبودية أو روح الخوف وما كانش عنده تأليه لهذه السلطة مع أنه خضع للسلطة والدليل الأكبر في ذهابه إلى الصليب وحتى لما كان أمام بيلاتوس الوالي بيلاتوس الحاكم الروماني الحكم على يسوع المسيح قال له أما تكلمني ألست تعلم أن لي سلطانا أن أصلبك وسلطانا أن أطلقك قال له يسوع لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد أعطيت من فوق وطبعا رسول بولوس بيتكلم عن موضوع العبيد والأحرار عن موضوع الامتيازات شو امتيازات العبد شو امتيازات الحر وتكلم عن الجنسيات واحدة من الجنسيات الرومانية أنه بولوس كان بيتمتع في جنسية رومانية وطالب بحقوقه وطالب بامتيازاته لما ظلم ولما واجه محاكم رفع دعوة إلى قيصر لأنه طالب بحقوقه الوطنية اللي هي حق كل إنسان فطبعا هذا يعني لا يسعنا إلا أن نقول أنه الله بيتكلم للجميع بولوس استخدم جنسيته العبد ممكن يعيش كحر رغم أنه عم بيخدم في بيت كعبد أنا بتكلم في أيام المسيح خلينا ندرك أحبائي عدة أمور لما الله عاوز يتكلم للحكام لازم نعرف أنه شو غرض الحاكم شو الغرض من الحكومة بكل بساطة الغرض الحاكم هو الحفاظ على القوانين الحفاظ على العدالة الحفاظ على الاستقامة الحفاظ على عدم الظلم الاجتماعي يكون أب للبلد يعني بيهتم بكل مواطن وكل مواطن إله أهميته وكل مواطن يعتبر مثل ابن أو بنت لإله يعني بيهتم فيهم بالتساوي شيء آخر الحفاظ على حرية كل شخص في كل بلد في ناس بتمارس ديانتها بتمارس إيمانها بتمارس قوانينها إحنا الأسبوع اللي مضى ذكرنا عن الجزائر حتى دستوريا كانوا بيسمحوا لا الكنائس تبنى الكنائس وكانت الناس بتتكلم عن المسيح لكن للأسف جاء حاكم آخر والغرض تبعه مش عارف شو التعبير لكن اللي اتفاجأت منه بعض الشيوخ الإسلام قال هذا الشرع إلهي هذا الشرع إلهي لازم يفرض على غير المسلمين في البلد إغلاق الكنائس طبعا هذا واجب ديني شرع شرع الله فابتدأوا بإغلاق الكنائس في الجزائر وطبعا بعد شوي شو رح نسمع رح نسمع عن تطهير عرقي وتطهير ديني لهؤلاء المسيحين اللي بيمارسوا ديانتهم طبعا بحق وبيحترموا البلد وبيصلوا من أجل البلد فإذا المفروض يكون حفظ على العدالة ونعاوز أقول لكل حاكم تذكر أنه في رب فوق كل القوانين في رب فوق كل شيء في مرات أحبائي خلينا أقول بالعهد الجديد الكنيسة كانت مطيعة في بداية الكنيسة كان عليهم اضطهاد من اليهود اضطهاد اليهود للمسيحين كان بسبب طبعا خروج كثير من اليهود من اليهودية واعتناق المسيحية يعني أصبحوا مؤمنين بالمسيح يسوع فكان الاضطهاد ضد المسيحيين من اليهود ولدرجة أنه في مرة سجن بولوس أسف يحنى وبطرس وبعدين من بعد ما ضربوهم قالوا ما تعلموا بهذا الاسم مع أنه بعلموا الخضوع للسلطة والخضوع للدولة لكن في وضعية معينة قالوا فيها ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس أنه أنا بخضع لقوانين الدولة بخضع لكل ما تطلب الدولة من الجباية من الضرائب من المعاملة من الاهتمام في بلدي في بعض الدول التجنيد والحفاظ على أمن وسلام البلد وكل هذه الأمور لكن إذا بيصل الوضع عم بدي يحرمني من إيماني في إلهي عاوز يحرمني أتكلم برسالة الحياة الأبدية لمن حوله فقالوا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس وبعدين المسيحية والرومان كانوا مشيين يعني جنبا إلى جنب والدليل أنه كثير من الأمم تحت الإمبراطورية الرومانية أصبحوا أو صاروا مسيحيين إلى أن يوم واحد اسمه نيرون حرق روما ولما كان بيشوف سلوك المسيحيين كان بيعتبرها مقاومة لأنه عاوز يقله الإمبراطور فابتدى باضطهاد المسيحيين حرق روما وابتدى طبعا يتهم المسيحيين ككبش الفداء أنه هن السبب وابتدى باضطهاده الشرس الشديد وكان في حقب تاريخية زمنية في أيام الإمبراطورية الرومانية اللي من فترة فترة كانوا يتهدوا المسيحيين أشد الإطهاد فبقي الموضوع إلى أيام يحنى يحنى البشير الرائي اللي كتب إنجيل يحنى بوحي من الروح القدس في أيام دوميشيان الإمبراطور دوميشيان وهذا الإمبراطور طلب أو طالب شيء غريب عادة يؤله الإمبراطور أو قيصر بعد موته بيدوله الشمع وبيحطوله الزكرة إلى آخره بس هذا الإمبراطور دوميشيان طالب عبادة الإمبراطور وهو بعد على قيد الحياة وهنا ابتدأت المسيحية تصطدم بالإمبراطورية الرومانية لأنه هون وصل وضع أوكي كفا يعني كفا إحنا خاضعين تابعين منقوم في كل الأمور الوطنية وطبعا كل الأمور التي تطلبها الدولة مواطنين صالحين سلام وصلاة وبركة لكل من حولنا لكن هنا خلص كفا لأنه رفضوا عبادة الإمبراطور وطبعا ابتدأ هجوم شرس جدا ضد المسيحيين يطعمون للوحوش في صراعات الجلادياتر الجبابرة وأيضا من حرق واضطهاد إلى أشرس وسيلة وأشرس الطرق وفي أيام يحنى طبعا يحنى سوبيا إلى جزيرة باطموس أكثر من سنة ونص إلى موت الإمبراطور دومتيان رجع لآسيا الصغرى إلى منطقة أفيسوس واستمر الوضع بين مد وجزر الاضطهاد الأخير قبل مجيء الإمبراطور قسطنطين اللي هو الإمبراطور دوكليديانوس شن هجوم فظيع شرس جدا ضد المسيحيين وخلال هذه الحقب التاريخية المسيحية كانت بتمارس أعمالها لكن فقدوا امتيازات كتير ما بلاقوا عمل ما بلاقوا طبعا مكان كتير منهم كانوا في مغاير تحت الأرض بيجتمعوا في الغبات في بيوت واللي كان بيمسك طبعا كان عقابه الموت وكان يطلب منهم أنه انكر المسيح أو بتموت وإذا بتقرأ عن اضطهادات المسيحيين أنه المسيحية نمت ليس بالسيف ولا بالفتحات ولا بالقتل ولا بأي يعني بأي ظروف عسكرية أو سياسية وليست حروب دينية لكن بكل بساطة محبتهم ليسوع خضوعهم ليسوع إيمانهم بيسوع أنه حي والنتيجة أنه مات أكتر من ثلاثة مليون شخص في أقل من متين سنة فإذا المسيحية نمت من خلال الاضطهاد دم الشهداء أصبح بذرة الكنيسة فالكنيسة من فترة فترة بتتمتع في أيام حرية حسب نوع الحاكم وفي أيام بتواجه شدائد ديقات وظروف شرسة صعبة جدا لكن عاوز أقول لكل مسيحي في كل مكان طبعا يحق لك مثل ما بقول الكتاب ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس إذا الحكومي أو الدين أو بتعلمني القتل أنا أرفض إذا بتعلمني أنه أشتم أنا أرفض إذا بتعلمني الرشوة والكذب أنا أرفض إذا بتعلمني أنه أخذ حقوقي بالقوة وبالعنف وبالكذب وأنه أستخدم كل الأسليم حتى أصل الهدف تذكر أنه إلهنا حي يمكن بتنجح لحين بس رح تواجه الرب مش في الأبدية أنا أتكلم رح تواجه في حياتك ولا بد من عقاب حتى لو طالت المد أوعك تفكر الله لا يشمخ عليه ما يزرعه الإنسان فإياه يحصد أيضا فكرك اضطهاد المسيحيين وقتل المسيحيين والكذب على المسيحيين هذا يعطيك نوع من العظم والسلطة في مبادئ أنا نفسي كل قائد كل حاكم كل ملك بشاهدني يقرأ الكتاب المقدس اقرأه من سفر التكوين لسفر رؤية وأنا بأكد لكل شخص رح حياتك تتغير عندما تقرأ هذا الكتاب رح تشوف المبادئ والقوانين والتشريعات لكل شخص كيف يمشي عليها في مبادئ إلهية وعاز أقول حتى للغرب اللي ابتدأ في مبادئ اللي بيسموها جوديو كريسشن أثيكس المبادئ المسيحية اليهودية اللي هي على قوانين الكتاب المقدس نمت ترعرعت تباركت الحضارة ازدهرت وصارت أمور عظيمة جدا في هذه الأيام عم بحط الكتاب المقدس على جنب وعن بيطالبه في كل أنواع الخطائق التشريع وأن هذا الشيء الصحيح والأغرب أنه ممكن أنا صاحب ديانة معينة أتمشى مع النظام هذا لأنه بفيدي ديانتي طب أليس هذا كذبا ونفاق ورياء أين الله من هذا المآه ما هو إذا إلهي بشرع لي كل شيء يجوز لكن الإله الذي أؤمن أنا به إله الكتاب المقدس إله قدوس طاهر بيعرف كل خفيات القلب إذا بتكذب حتى في الانتخابات وبتشوه وبتزوغ وحتى في الضرائب وحتى ممكن تطلق وتنفص المئة مرة عشان تطلع مسار أكتر آه بإسم الدين هو الرب مش موجود اسمع اسمع وانتبه لك كلمة الله احذر إذا أنت بتفكر رح يعني تحصل على القول لا 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 مش رح تتبارك لا أنت ولا ولادك ولا ولاد ولادك أنت عم بتجيب لعنة على بيتك فاليوم أنا بدعو كل شخص بمارس هذا النوع من هذه الأمور أن يتوب للرب يتوب ويرجع للرب فالله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس تذكر إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الأمر لأن فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما بدك تأخذ الحكم بالنفاق وبالرياء وبالكذب وبالقوة وبالعنف تجيك الساعة حتى في عصرنا إلى يومنا هذا شفنا كتير حكام الرب عزلهم شالهم من الحكم فإذن خف من من الله الكتاب بقول لكل حاكم يعني أنه فيه رب عم بلاحظ والأعلى فوقهما يلاحظ شايف شيء تاني بقول لا تأخذ رشوة لأن الرشوة تعمل مبصرين وتعوج كلام الأبرار يقول الكتاب مبرء المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة رب هو لأنه مسيحي أنا ممكن أذنبه لأنه مسيحي أنا ممكن أطهده وهل القانون هو قانون الغاب للقوة وفردا إنك أنت وصلت وفردت هذا القانون طب ما رح يجي واحد أقوى منك ويعزلك وهكذا رح تضل إلى نهاية الأيام أيما أفضل عصر السلام والمحبة والرخاء وفعلا الطمأنينة والهدوء إنه الواحد يمشي في الشارع والله عصر كله خوف ورعب وكله عدم الأمان وشفنا طبعا فأيام داعش ماذا حدث للناس هل تريد هذا النوع من هذا الحكم أنا أؤكد إنه كل مشاهدين يرفضون هذا النوع من الحكم من يقول الشرير أن تصديق تسبوا العامة تلعنوا الشعوب محابات الوجوه في الحكم ليست صالحة واليوم إذا كل الأمور عم بتصير بالمحابة وعم بتصير بالنفاق وعم بتصير بالرشوة وعم بتصير كم إنك تحصل وتأخذ حتى يكون عندك راح تنفضح صدقني ما في حدا إلا انفضح وإلا انكشف فامشي في طريق الرب شو الكتاب بقول في واحدة مهم جدا وصيل الحكام وهذا مهم جدا كل حاكم يسمع قد أخبرك الرب أيها الإنسان ما هو الصالح وماذا يطلب منك فأنه لا يطلب سوى أن تعمل الحق وتحب الرحمة وتسلك بتواضع أمامه تعرف حبائي اللي بيسلك في الحق والاستقامة والبرق شخص مستقيم الناس راح تحبه الشخص اللي بالقوة وبالعنف الناس راح تخافه ويمكن أمامه راح تكون مرائية بنروح بالدم نفديك لكن من وراه عم بلعنه عم بيسبه عم بيشتم السيعة اللي أجا فيها وعم بيصلي إنه يتزاح من الحكم تخايا لما بيكون شخص محبوب كل الناس تحبه شوف كيف الوضع السياسي والاستقرار الأمني كيف بيكون في البلاد أخبرك أيها الإنسان يعني عم بقول يعني إيش الصالح اللي ممكن الله بيطلبه منك إنك تعمل الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضع أمام الرب شيء آخر وهي ظهري منشوفها كتير ولسيما في الشرق الأوسط ليس للملوك أن يشربوا الخمر ولا للعظماء المسكر لأن لا يشربوا فينسوا الأحكام الواجبة ويحرفوا حق دعوة البؤساء فإذن بالعهد القديم كان الله بطالب في وقت الخدمة إنه الكاهن ما يشرب خمر وكان بطالب الملك ما يشرب الخمر على أساس إنه ما يصرش يترنح يكون دائما قراراته صائبة ومشورته مفيدة لكل من حوله لما الإنسان بيطلق العنان إلى نفسه يشرب المسكر وبيشرب الخمر مش بس بيخرب نفسه لما بيخرب نفسه القائد بأثر على مجتمع كامل اللي هو على بلده في كل مكان شيء آخر الكتاب بقول ويل لك أيتها الأرض إذا كان ملكك ولدا ورؤسائك يقيمون الولائم يعني الوجبات والصهرات والحفلات حتى صباح في عربدة في سكر في كده فلاحظ ولد يعني المقصود ولد غير ناضج يعني حكام صغار في السن ومش عم بيعتوا قرارات صائبة وإحنا شفنا أنه مملكة إسرائيل انشقت فأيام الملك رح بعام رح بعام بيكون ابن الملك سليمان أكثر ملك حكيم في كل الأرض ما سمعش لنصيحة ومشورة الشيوخ راح للشباب اللي مثل ولاد يعني ولدات وسمع والنتيجة صار الانقسام اللي منسميها المملكتين المملكة الشمالية إسرائيل المملكة الجنوبية يهودة عشر أصباط راحوا مع ياربع عام اللي كان موجود في مصر ورجعوا حكم على العشر أصباط ليه لأن الحاكم كان ولدات ولد يعني عشر ولد احنا نقول ولد يعني مش ناضج بكلامه تصرفاته حركاته كل هاي الأمور بضل على حركات صبيانية مش رجل عنده القدعني عنده القرارات الصائبة والقرارات الصحية ومن ناحية أخرى الحكام اللي مش هاممهم إلا بس القصر شو بيكلف والخدم والحشم والولائم الفاخرة والهدايا الدهب والألماص واوة كل الأمور الناس بتيجي بتحضر بقول واو بوركت أيها الملك لكن من جوه بقولوا واو تخيل إنه هاي الأعداد من الفلوس كميات الفلوس هاي تخيل لو راحت على فقراء شعبنا كان ولا واحد في الشرق الأوسط تعرفوا الشرق الأوسط بلد جميل جدا فيه كل الإمكانيات فيه يعني كل ما يحلو للإنسان إنه يعيش فيها شو اللي بيخلي ناس تترك سوريا والعراق وفلسطين وتترك وتترك بلاد من أجمل بلاد العالم الأنظمة للأسف بقولها بمحبة الديانات اللي عم بدل ما تنشر الصلاح والخير والسلام العنف والقتل والاضطهاد إنه أنا في بلدي أنا مش حاسس بأماني يعني أنا بدي أحب بلدي وعن بصلي له وعاوز أخدم بالجيش وأدفع ضرائب وعن بكل شيء بس أنا حاسس إنه أنا جنسية من الدرجة التانية أو التالتة إنه ما قليش أهمية وهذا اللي بخلي كتير ناس تهرب لبلاد شو اللي بخلي واحد يعيش في البرد أو في التلج أو أو طب ما بلدي جميلة جدا على كل حال هاي إرادة الله حتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكننا عاوز أقول شيء مهم جدا قبل الفاصل الله يرفع والله يخفض الله اللي بيرفع والله اللي بيخفض إذا في حاكم بيطلع بفكر رح يكون للأبد إصحى لكن إذا بتعمل الصلاح من أجل الله أنت الرب رح يبركك أعزائي ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من الدولارات من اين لك هذا من اين لك هذا كيف من نادف الوطنية ومحبة الارض والوطن وبيكتشف هو الانسان كم يحتاج عشان يعيش مليون اثنين مليون كحاكم اوكي بس مليارات شو عم بتعمل في هاي المليارات كم مستشفى بنيت كم مدرسة بنيت كم جامعة كم فقير اسعد طبعا شيء يعني شيء غريب جدا تعرفوا الكتاب عفوا في سفر الخروج صحاحة يعني بيتكلم الكتاب في وصية كتير كتير مهمة موسى بيحكي عن انه لما يعني انه حطيته في قلبكو تختاروا ملك مع انه الملك هو الملك لله بس اذا حطيته في قلوبكو تختاروا ملك يكون من اخوتك مش غريب يعني مقصود مؤمن شخص بحب الله مؤمن من وسط اخوتك لاحظ بعض التعليمات شو بيقول للملك لا يكثر له نساء لألا يزيغ قلبه لا يكثر له الخيل ولا يكثر الفضة او الذهب فضة وذهب لا يكثر حتى بقول يكتب لنفسه نسخة من الشريعة يعني كل حاكم يكون عنده نسخة من الكتاب المقدس صدقنا مش محرف هذا الكتاب لانه لما بتقرأ رح تنزهل قوعك تسمع كذب الناس او بعض القيادات الدينية للأسف اللي بقولك الكتاب محرف عشان ما تقرأ الكتاب لانه اذا قرأت الكتاب مقدر رح تتغير رح تشوف تفوق كلام الله فعن بيحكي للملك ما تكترش خيل ولا نساء ولا فضة ولا ذهب كل هاي الاشياء يعني بولوس بيتكلم لاتيموثاوس انه زاغ عنها قوم وصاروا الى الضلال وصاروا بيتبعوا تعليم بتختلف حتى عن قوانين كل البشر لما انا بفتخر قديش البناية اعلى والقصر اجمل والدهب الاكتر والفضة اكتر والغنى الاعظم الغنى تذكر انك انت قدوة انت قابلة مجتمع انت مش منفصل اذا انت عشت في قصرك والمجتمع تبعك عايش في عالم تاني حتى لو مين ما كان اقوى دول تحميك من جوه رح يكون الفساد من جوه رح يكون الضمار من جوه رح تكون النهاية شيء اخر هو ليش تعرف حبائي هذا الكلام بينطبق على القيادة السياسيين والقيادة الدينية القائد يعني حتى لو وصل للقمة خلي بالك في نقطة معينة رح تشعر بالوحدة خلاص رح تكون وحيد مش هنهيك احفظ نفسك وخلي دائما اصدقاء مستشارين عندهم مصداقية ومناء حتى لو وبخك مثل زيت على الرأس بيحكي الكتاب المقدس تحيط نفسك بهاي النوعية من الناس كذلك المؤمنين حتى رجال الدين من كهنة وقساوسة تصل لوضع انك انت بتشعر انك وحيد لكن اذا انت بتحيط نفسك بتواضع بخضوع انك تسأل تستفهم تستشير انت بتكون عايش في المصار الصح وفيه عندنا امثلة كثيرة من الكتاب المقدس احكم انسان في الكتاب المقدس اللي هو سليمان تزوج بنساء كثيرات مكتوب هي مرد قائد يقتل وانتو ابعدوا شوي يعني كانت مكيد مؤامرة يعني امر بقتله والنتيجة انه مؤامرة قتل كذب وعد عن خطية الزنا لكن الرب شنيع وكريه ورائحة كريهة جدا هيرودوس انتيباس اللي قطع رأس يحنى وهكذا كلها كانت نهايتهم صعبة جدا لانه الله لا يشمخ عليه لكن من ناحية تاني نشوف نحمية الوالي الحاكم اللي فعلا كان شخص صالح كان بحب شعبه بحب وطنه وقدم وضحى من اجل الوطن بتاعه احبائي انا عاوز اقول لكل مشاهد انه الفرصة مفتوحة اذا عندك اي مداخل عندك اي استفسار اذا بتحب تتواصل عن طريق الهاتف عن طريق الاسكايب مفتوح وفيك كمان تتواصل معنا عن طريق الاوديو كولينغ عن طريق الفيسبوك فيك تتواصل مباشرة معنا لالستوديو اذا عندك اي سؤال بكل سرور منرحب بكل اسئلتك احنا كمواطنين طيب شو علينا شو علينا نعمل احنا ممكن نعمل عدة اشياء مثل ما بقول في روميا 13 لتخضع كل السلاطين السلاطين هي من الله فاحنا منصلي احبائي لاننا نؤمن بسيادة الله المطلق الكاملة لانه فوق العالي عاليا يلاحظ والاعلى فوقهما الله له السيادة والسلطان المطلق تبدأ الحاكم ده فاسد الشرير كيف الله سمح ما تخاف اترك الموضوع لالله انت اعمل دورك بشرط انك تطيع الله اكثر من الناس الكتاب بقول انزل الاقوياء المترفعين عن العروش ورفع المتضعين شيء تاني الحكام هم خدام الله عم بعملوا ارادة الله وعم بتمموا مشيئة الله وحتى وهم غير مدركين مش فاهمين كل القصة خلينا نصلي حتى الله يزودهم بالحكمة والاخلاق العالية حتى يحكموا بالعدل والانصاف يرفضوا الرشوة والنفاق والرياء يعيشوا باستقامة يرضوا الله اولا في حياتهم خلينا نصلي حتى يكون في توازن بين العدل والرحمة يعني انه ممكن يكون عادل بس بنفس الوقت يكون رحيم اذا الملك او الحاكم او الوالي او في السلطان ما عندوش رحمة كيف بيكون مجتمعنا اللي عايش بلا رحمة ومثل ما ذكرت انه كل حاكم يحوط نفسه برجال رجال الله رجال مستشارين حكماء صالحين صادقين رجال بحبه ونساء بحبه بلدهم بحبه وطنهم بحبه الناس وبحبه السلام والخير للجميع نصلي حتى رب يحفظهم من المال محبة المال يحفظهم من الزواج من اكثر من امرأة لانه الادلة بالكتاب المقدس في ناس تزوجت اكتر من زوجه والنتيجة دايما يعني زواج محطم ومشاكل ومآسة قل لأي واحد في هالوجود نبي حاكم يتزوج اكتر من امرأة وكان سعيد لكن متشوف دايما خلافات ومشاكل بين النساء خلينا نصلي حتى ربنا يستخدم الحكام يحارب الفساد والرشوة والظلم الاجتماعي ويعطوا الحرية انه ناس تعيش بحرية الرأي والتعبير والاختيار تختار دينها ومش بس كمان اريد ان اقول شيء اكتر يختار حتى لو اراد انه يغير اسمه بالهوية وحتى لو اراد انه يغير ديانته على الهوية طب اذا انت دين الحق من ايه خايف هو بالنهاية مش الله رح ينشر الحق اذا عندك هذا الامان ليه بتخاف ليه ممكن الناس تستخدم الترويع والترهيب والقتل والسيف في كل الامكانيات حتى يمنع ما تعلمناش من التاريخ انه كلما اطهدت المسحيين انت بتعطيهم اجمل واعزم بركة انه بستمروا يتكلموا عن الله اللي بيامنوا فيه عن الخلاص بيسوع المسيح اطهد مسيح وشوف شو رح يصير بالمنطقة عندك رح تتغير لانه رح يصلي مشكلة المسحيين الراحة والرخاء واليوم مش عم بروحوا لعا كنيسة ولا على اجتماع مش عم بقرؤ الكتاب المقدس مش عم بصلوا انا بقول يعني بحزن في قلبي مش بروح اداني صدقني انه لما بصل بقول انه 3 الى 5% اللي بيقرؤوا الكتاب المقدس نستغرب ليه المقاسة عم بتصير صدقوني لو كل مسيح انا عاز اقول كل مسيحة بمصر كل مسيحة في لبنان كل مسيحة في سوريا كل مسيحة في السعودية كل مسيحة في الجزائر كل مسيحة في المغرب كل مسيحة في اي بلد في العالم صمموا انه يتواضعوا امام الله ويصلوا اعطي بس العالم سنة وحدة العالم كله بصير مسيحة واحدة من الهجومات الشرسة اليوم التشكيك بصحة الكتاب ووحي الكتاب التشكيك بهوية يسوع وعم بعملوا ووتر داون يعني ها روح المساومة والمسايرة والتهادن على حساب الحق الكتابي لو كل مؤمن بصلي العالم راح يتغير اطهد مسيحي فأيام الرومان اطهدوا المسيحي كل مسيحي كان يموت سبعة كانوا يجوا للإيمان الصين عذاب الأحمر اسمه أكتر بلد عزبت المسيحيين واتطهدت المسيحيين اليوم الأعداد يعني صعب تحصيها في الصين البعض بقول بين المئة وعشرين للمتين مليون مؤمن مسيحي وبعدهم بمارسوا إيمانهم باجتماعات مغلقة في بيوت في أحراش خوفا من الاتطهد فإذا شو عمل اليوم نسبة المسيحيين الأكبر هي مش في دول الغرب على فكرة بتشوفها بأفريقيا الناس عم تيجي من الشمال لليمين كلها من كل الديانات عم تيجي بتصير مسيحية في جنوب أمريكا وفي آسيا أحبائي بتشوف مثل أندونيسيا ماليجيا الصين ودول عديدة من الدول الأسوية أعداد مهولة عم تيجي ليسوع المسيح اضطهد مسيحي وشوف شو رح يصير في البلد بارك مسيحي شوف الرب رح يبارك بلدك رح تكون أجمل وأعظم وأغنى بلد في العالم وهنا مش مبالغ فيها أنا بتكلم هون عن صوت الخبرة التاريخية حتى يكونوا خدام يعيشوا حياة متفانية حياة مضحية وين شفنا أنه القائد بروح بموت من أجل شعبه وين وين شفنا أين به مستعد يموت من أجل شعبه من أجل قضيته بس نبعث الناس تموت كلام صعب لكن أنا أؤمن اللي بيمشي على كلمة الله خلاص عنده محبة للرب ومحبة ل لكل الناس تعرف تعرف حبائي نحن نفكر أنه كل شيء يعني خلاص بيصير وبيتم يعني كأنه أنه الله مش موجود كأنه خارج الصورة الله مش خارج الصورة هي أنا اليوم أنا قصدت من حديث اليوم لأمور سياسية لأنه ممكن نعمل حلقة أكتر مركزة مرتبة في إيش الأمور السياسية ودور الحكام ودور الناس وإيش المطلوب وكل هاي المواضيع اللي ممكن نتكلمها بشكل لكن أنا عم بتكلم من اللي عم بشوفه من اللي عم بسمعه عم بختبره الناس عم بتموت ليس لأي سبب لأنها تؤمن بيسوع المسيح كنايس عم تغلق ليس لأي سبب لأنه مسيحي طيب إذا أنت بتآمن أنك دين الحق جربت تقرأ الكتاب المقدس جربت أحبائي ربنا يرحمنا بس إحنا كمجتمع بغض النظر أحبائي إحنا محتاج نصلي فعلا أقولها من كل من كل قلبي إنه نصلي من أجل الحكام وأنا يوميا بصلي من أجل الرؤساء ومن أجل الحكام هاي رب حطه على قلبي إنه بصلي من أجل كل رؤساء والملوك الدول العربية وأنا بشكر رب من أجل كل واحد منهم وبشكر كل ملك وكل رئيس وكل واحد في السيادي وسلطان وأكيد الرب حطك فأنت أنت اللي رح تواجه الرب مش حتى تاني من مجتمع اترك بصمة اترك أثر حلو في المجتمع شو رحك تكون أنت الصباق الأول إنك تعلن إنه بلدك منفتحة بالكامل لكل واحد يختار ما يريد ما يشاء شوف كيف الرب رايح يباركك بس إحنا كمؤمنين وظيفتنا أنه فعلا نصلي وأنا عاوز أقول لكل اللي بشاهدونا صلي من أجل بلدك وصلي يوميا صلي يوميا من أجل حكام بلدك أيضا شيء تاني كتير ناس اللي ترك الشرق الأوسط بيجوا على دول غرب كأنه كأنه عم بلعنوا في بلدهم وهيك في عندهم امتعاد ودايما بينتقدوا بلدهم شو رايك اليوم أنك تعمل سلاح آخر تطلق ما نسميه سلاح البركة تقول أنا اليوم بدي أبارك بلدي بدي أبارك شعبي بدي أبارك ملكي تقول يا رب بارك على الملك بارك على الرئيس بارك على بلدي بارك على مجتمعي بارك على البلد اللي أنا ساكن فيها وهكذا اطلق قوة البركة على بلدك وتعهد اليوم تعهد في أي مكان أنت بتشاهد تعهد أنه تبتدي فيك أنك أنت أولا تكون المواطن الصالح تقول طبعا الكل بصرق والكل بخد رشو والكل بكزيب والكل وهذا يعني ماء سارع على الكل من الكبير لصغير شو راك أنك تبتدي أنك تكون مثل والرب رح يكافأك الله لا يجيع نفس الصديق مش رايح يجوعك الرب وتأكد أنه الرب رح يسدد احتياجاتك قوم بواجبات البلد إذا فيه ضريبة ادفعها ادفعها إذا فيه أي واجبات من نحو البلد اعملها وانت بتصلي وانت عم بتبارك هذا البلد حب بلدك حبها حب نظافة البلد انشر ثقافة انشر حضارة انشر خير الناس كلها بتسوق مثل المجانين انت تكون حافظ على القانون والتاني رح يحافظ والتالت رح يحافظ حتلاقي البلد كلها حتحافظ قوة الخير أقوى من الشر قوة المحبة أقوى من الكراهية قوة الاستقام والصدق أقوى من الضلال والكذب والنفاق والرياء والتزييف طبعا عدم نشر الإرهاب إذا انت بتسمح للإرهاب وبتسمح ل يعني قوانين في بلدك بسبب ديانة معينة انت عم بتضر بلدك الإرهاب بسبب الفوضى بسبب العمى وبسبب الفساد والظلم الاجتماعية الحرية هي عطية من عند الله صل هيك الرب يعطيك الحرية الحقيقية يعني من هو من يفعل الخطية فهو عبد للخطية وإحنا قلنا للحكام شو اللي بزيغ قلب الحاكم المال والفضة النساء والخيل كثير يعني الممتلكات وانك انت حاطت نفسك بعيد عن كل المجتمع بعيد عنهم دايما خايف حد يغتالك او حد يقوم ضدك ويعني عم بتراقب حتى النملة إذا رفعت راسها إنك تخفضها هذا النوع من الخوف ما رح يساعد سون أور ليتر عاجلا ام آجلا من داخل من جو رح يكون ضربة ولا مرة أي بلد كبيرة أو قوية خربت من برا دام الفساد مثل السوس بيبتدي يدمر من الداخل وبتلاقي نفسك إنك انت تدمرت داخليا بدون أي شفاء وبدون أي رجعة مرة تانية أحبائي لا تمنع الكتاب المقدس اسمح للكتاب المقدس شجع الناس تقرأ الكتاب المقدس إذا شجعت كل الناس رح يكونوا مواطنين صالحين تخايل كل واحد اسمح حط قانون إنه كل مواطن يقرأ العزة على الجبل أنا سمعت كلام أكتر من رائع من حكام من رؤساء من شيوخ من مفتي قديش العزة على الجبل تعتبر قمة التعليم قمة الأخلاقيات لو العالم طبقها العالم بعيش مبسوط شجع ثلاث إصححات خلينا حطوه بكتيب واسمح لكل المواطنين قولين أنا بدي من كل مواطن يقرأ العزة على الجبل ممكن تأخذ هذا تحدي وشوف شو الرب رح يعمل في باله كون مواطن صالح كل شخص بشاهد إخضع للسلطة استمتع بالحرية الموجودة عندك والامتيازات لما بنتكلم عن الخضوع إخضع لأنه كل سلطة هي من الله لأنه إخضع من أجل النتائج إترك النتائج لأله إخضع من أجل الضمير كمان الضمير ما تخافش يعني في ضمير رح يشتغل رح يحرك الحكومة هي المفروض يعني الحكومة الصحيحة هي ممكن تخدم الله وإذا مش صحيحة بتكون أداة في يد الشيطان فإذا اليوم الحكام هل تريد أن تكون في يد الله أم أداة في يد الشيطان تعرف حبائي الله اللي بيقدم الحماية والله اللي بيقدم الرعاية والله إله كل نعمة وإله كل بركة في ناس بتبتدي كويس لكن بتنتهي برداء الملك الأول على إسرائيل الملك شاول كان متواضع كان كويس الكل يحبه ويغنيله ويزغرتله ويرقصله بعد شوي يتكبر لما ابتدى يتكبر وصلت فيه لحالة الرداء أنه أخيرا خلص قتل مع أولاده وأنه الله رفضه ورفض ملكه ورفض مملكته الله عينيه عم بتشوف كل إشي والله عم براقب الكبير والصغير أوعك تفكر أنه معركة بين نظار وانت بين مسيح وبين مسلم وبين مسيح وملحد إلى آخر لا 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 هي معركة محسوم الأمر الله هو الخالق له السيادة والسلطان المطلق على كل شيء في هذا الوجود الله لا بد أن يتم إرادته ولا بد أن ينفذ مشيئته سواء في الأبرار والأشرار لا بد أنه يعمل كل هذا الشيء لكن أحبائي إذا أنت بترفض أوعك تفكر أنه الله مش شايف الله شايف وشايفك في المخطع ابتدي امشي على مبدأ الكتاب المقدس على تعليم يسوع المسيح وشوف شو الرب راح يباركك تقول يا نظار واو أنت جريء عم بتعطي النصيح على كل الشرق الأوسط مسلمين مسحيين نعم وأقولها بكل محبة لكن بكل جرأة امشي على مبادئ الكتاب المقدس ورح تشوف بلدك من أعظم البلاد ومن أغنى البلاد ومن أقوى البلاد أيضا شعبك رح يحبك وانت رح تحب شعبك رح تكون بلد مزدهر لأنه منمشي على تعليم الكتاب المقدس اليوم انت وصلت في قرارة نفسك انه انت عايش في نفاق ورياء ومش عم تمشي في هاي المبادئ اللي أنا تكلمت عنها عدالة عرجاء رياء مبرقة عملون عايش تردئ الناس مش تردئ الله بتفكر انه اذا كل الناس هللت لك الله شايف انا بطالب كل واحد اليوم انه يتوب ويرجع للرب ويحط ثقته وإيمانه في يسوع المسيح ويمشي على مبادئ المسيح وشوف شو الرب رح يعمل في حياتك المسيح وعد وليس كاذب قال من يقبل الي لا اخرجه خارجا المسيح بحب كل البشر فالمسيح وليس لشعب واحد ولا للمسيحيين ولا للغرب او الشرق المسيح لكل العالم للمسيح وللمسلم وللبوذي والهندوسي والكنفوشي والملحد للجميع تعال الى يسوع المسيح وهو يغير حياتك الى اللقاء اشتركوا في القناة